يعد برنامج تمويل السكن الاجتماعي مزايا من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين كما يعد تطوير الذي يقره مجلس الوزراء على البرنامج نقلة نوعية في الملف الإسكانية ساهم برنامج مزايا للسكن الاجتماعي الذي دشنته وزارة الإسكان لأول مرة عام 2013 في توفير أكثر من 2600 وحدة سكنية 55% منها كطلبات حديثة أصدرت وزارة الإسكان أكثر من 3300 شهادة دعم مالي للمواطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي الحد الأقصى للتمويل المتاح للمواطن المؤهل بموجب هذا البرنامج هو 90 ألف دينار بحريني وعلى مقدم الطلب توفير 10% من هذه القيمة كدفعة أولى للبنك الممول بحيث تصبح قيمة التمويل المتبقية 81 ألف دينار بحريني على فترة سداد تصل إلى 25 عاما على أن لا يتجاوز سعر العقار 120 ألف دينار بحريني عند التثمين في التاسع من أبريل الجاري أحدث مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر نقلة نوعية لهذا البرنامج تبدأ العام المقبل حيث أقر مجلس الوزراء إطلاق نسخة جديدة مطورة من برنامج مزايا وذلك في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ويصهم برنامج مزايا المطور في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي يتيحها هذا البرنامج برنامج مزايا الحالي يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمواطن المستفيد من البرنامج عند صرف التمويل من البنك عن ستمائة دينار بحريني ولا يزيد عن ألف ومائتي دينار بحريني أما برنامج مزايا المطور فقد قام بتخفيض الحد الأدنى لراتب المستفيد إلى خمسمائة دينار ورفع السقف إلى ألف وخمسمائة دينار التمويل الحالي يشترط أن لا يقل سن المواطن المستفيد من البرنامج عند صرف التمويل من البنك عن واحد وعشرين عاماً ولا يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً في حين تم إلغاء الحد الأقصى السابق لأعمار المستفيدين ورفعه إلى خمسين عاماً التمويل الحالي يغطي شراء وحدات سكنية فقط أي بيوت وشقق أما تمويل مزايا الجديد فسيتيح شراء وحدات وقسائم سكنية إلى جانب خدمة البناء بالإضافة إلى معاملة مشاريع المطورين المشاركين في مزايا كمشاريع الوزارة الإسكانية وتقديم كافة التسهيلات لها كل ذلك من شأنه إحداث تغيير إيجابي في خارطة الملف الإسكاني وتحويل دور وزارة الإسكان من مقدم للخدمة إلى منظم لها